في عز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر والتقشف الذي بدأ يضرب جيوب المواطنين هي ظاهرة تستنزف أموال الشعب من جهة أخرى اختلاص الأموال العمومية مليارات الدينارات من الأموال تنهب عبر عمليات سرقة منظمة يكون أبطالها عمال خان الأمانة وعصابات تزوير مختصة تسهل عليهم الأمور أخرها كانت اختلاص 1.5 مليار سنتيم من مؤسسة تأمين عمومية وتوقف سبعة أشخاص في قضية تزوير واستعمال المزور في محررات إدارية النصب لاختلاص واستعمال الوظيفة توقف شخصين مشتبه فيهم قما باختلاص 6.9 مليار سنتيم من وحدة بريد الجزائر غرب بأولاد فايد في حين تم تسجيل 11 ضحية تم النصب عليها بطرق ملتوية محاكمة رئيس مكتب بريد حي الفداء ببلدية بشراح في اختلاص نحو 900 مليون سنتيم من أرصدة زبائن دفاتر التوفير والاحتياط على فترات مختلفة قبل أن يتعمد إضرام النار لأستهدف أرشيف المركز لتمسي أطار فعلته التي تمكنت تحقيقات نيدارية وقضائية من الكشف عنها هو غيظ من فيض حجم الخسير التي مست الخزينة العمومية تقدر بالمليارات وزادت على أعباء انخفاض القدرة الشرائية أعباء أخرى